انا عايز اركع تاني للحتة احمد انه هو طلع منك سكيلز او مهارات انت نفسك مكنتش تعرف عنا حاجة ايه اللي انت اتفجأت بيه في شخصية احمد عبدالله محمود طلع منك ايه اتفجأت انه موجود سرعة البديهة لان انا رحت يعني الحدوثة كلها خدت معي 48 ساعة ان انا حضر للشخصية مش 48 ساعة كمان يعني انا حضرت للشخصية برؤية المخرج في 7 ساعات لكن قريت الورق والحاجات دي قبلها 24 ساعة بس لان كان فيه يعني طبعا ده حاجة اول مرة اللي نستعرفها يعني كان فيه حد بيلعب الحكاية دي وحصل لظرفه وما انفعش انه يعمل سبحان الله يعني رزقك نصيبك فالسواز مروان هو اللي هو مهت و احمد فدي برضو دي حاجات خليني ان انا هو وصخ فيه انه حنعمل كده في الوقت ده والاكشن ان احنا صورناه فيه مشهد صورناه في 3 ايام مثلا انا وعز اللي هو بداية زهور الشخصية ده كان فيه اكشن كتير ومحضرين لهم اصلا كتير من قبلها وراحوا قبلها شارع المعز وعملوا الريهيرسلز يعني والحاجات اللي هي كل البروفات وكل السيكونس بالزبط زي ما هيتظهر زي ما حصل انا الوحيد اللي كنت جديد في الحكاية فالحمد لله الموضوع مخدش مني وقت بالتصور اللي جالك يا أحمد وانت بتقرر الورق انت قلت قبلها ما فيش 24 ساعة وقاريت الورق وخلاص ورسمت ملامح الشخصية بعد كده المخرج اديه لك ديريكشن قبلها ب7 ساعات هل الدييريكشن اللي هو ادهولك اختلف عن رؤيتك انت للشخصية وملامحها اه بس انا كان عندي حاجة مغششانة ايه بقى الرواية نفسها اه يعني انا كنت اقاري الرواية كنت اقاري لاحمد بغض اه يعني مثلا قبلها كنت اقاري التراب الماس وكان فيه شخصية كان نفسي علعبها جدا اه رائع فحصل معي نفس الظرف في كيرا والجن ان انا كنت اقاري الحدوتة وفجأة فيه كذا شخصية شداني من مصريتها يعني من ان هو مصري جدا اه فالحمد الله ده غششني حتى ان انا بعمله صوت مختلف فيه معايشة من البد يكالب سوف تحلم انا داخل منفتح مش اللي هو حاطت حاجة في دماغي او شايف نمط معين وخلاص لأ يعني عندي 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 خلفية عن الشخصية اه والزيادة اللي زودها لي استاذ مروان ده كان هو ده بقى ايه زي ما بيقولوا التثبيت بتاع الشخصية خلاص دخلت انا ماسك انا عارف انا بعمل ايه هو اول مشهد بس تمسك الشخصية وتتطمن شوي قولينا عربي ترمي فضلت ماشي في الشارع وفي البيت بالصوت ده وكده حصلك مواقف مثلا وانت متأثر بالدور ولا لا كتير يعني انا حتى كنت بقى بوقف في اللوكيشن يعني معرفش بتكلم مع كل الناس بنفس الصوت مش عايز افلت عشان ما تخرجش من الشخصية دي حقيقة حتى كنت بقى يعني بطلب البوفي بندال وبنفس الشخصية اه احنا عزينا عارف بتشرب ايه بس باشرب ايه سيدالية يعني حاجة كده مشروب يعني يعني على ينسون على مجوعة الحاجات اللي بادي اه عشان سيدالية اه انا كمان حتى يعني حتى ايام طايع كنت لوقت بتكلم صعيدي طبعا معرفش يعني مش بخاف هفلت بس على قد دم انا بحيت ببقى متعايش الحدوتة سلطان اه سلطان يعني حتى في اللوكيشن في الوف كانوا كلهم بيقولي سلطان اه يعني حاش كان بيقولي احمد تماما يعني طبعا انت مقابل الدور كنت بتقولها صعيدي عادي زي بقيت الناس دلوقتي بتقولها صعيدي اه سلطان اه